مرحبا بكم تحويل أكثر من مليون دينار لحساب دعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية إضافة إلى تحويل مبلغ ستة ملايين دينار إلى الأرباح المستبقى وأكد الرئيس التنفيذي إيهاب حناوي أن مجموعة باتلكو تمر بمرحلة تحول مع توجه الاهتمام نحو عصر الترقيم وتقديم الحلول المتطورة للقطاع التجاري وقطاع المستهلكين شركة باتلكو البحرين كمجموعة باتلكو البحرين بكل عملياتها داخل البحرين وبالأسواق التي تعمل فيها مقرنة بالقلب الشركات المشابه لها يعتبر أداءها جيد جدا الجميع يعرف أن قطاع الاتصالات عالميا بمر بتحديات معينة تغيير في الإرادات التقليدية حق الفويس الصوتية والرسائل النصية تغيرت بشكل كبير تركيز صار أكثر على موضوع تداول البيانات وتراسل البيانات اللي هي موضوع الديتا فهذا كان بالطلب من الشركات بشكل عام بتوجدنا وكل شركات العالم باستثمار أكبر في موضوع البنية التحتية أقرت الجمعية العامة العادية للمؤسسة العربية المصرفية توصية مجلس الإدارة بتحويل 18 مليون دولار من صاف الأرباح للإحتياطي القانوني وتحويل الرصيد المتبقي البالغ 162 مليون دولار لحساب الأرباح المستبقى وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية الصديق عمر الكبير أن المجموعة حققت أداء جيدا بالنظر إلى الظروف الصعبة التي شهدتها بيئة الأعمال خلال العام الماضي وأوضح الكبير أن الأعمال المصرفية بالجملة حافظت على مستوى ربحية جيد كما حققت وحدات البنك المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا في أرباحها مما سهم في تخفيف أثار خفاض الدينار الجزائري والجنيه المصري والدينار التونسي أقرت الجمعية العامة العادية لشركة ناس المؤسسة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها خمسة فلوس لاستهم الواحد أو خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع بإجمالي يتجاوز مليون دينار وصدقت العمومية على تحويل مبلغ 267 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني وتحويل مليون وثلاثمائة ألف دينار إلى الأرباح المستبقة كما اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة ناس المؤسسة توصية مجلس الإدارة بإضافة ثلاثة أنشطة جديدة إلى شركة ناس للأغذية تشمل استيرادة وتصدير وبيع اللحوم الطازجة وشرائح اللحوم المغلفة وإنتاج وتجهيز وحفظ اللحوم وإضافة نشاطين جديدين إلى شركة مصنع الناس للثلج ترجمة نانسي قنقر